متى يعلم العراقيون حقيقة الحرائق المستمرة في البلاد؟ سؤال لا يزال بلا إجابة في بلد يعيش فساداً سياسياً واقتصادياً وتحكماً من الميليشيات حرائق المحاصيل الزراعية أصبحت حديث العراقيين جراء التضارب الفاضح بين الحكومة التي أرجعت السبب لارتفاع درجات الحرارة وبين تأكيد لجنة الزراعة البرلمانية بأنها مفتعلات وتقف وراءها جهات داخلية وخارجية لمنع وصول العراق للاكتفاء الذاتي وهو تصريح يبدو أكثر منطقية للشارع الذي تعود على صمت الحكومة طوال السنين السابقة والحرائق تنشب في العديد من المحافظات وخصوصاً في الأسواق والوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة التي لم تسلم من النيران الملتهبة ولا طالما قيل إنه تماس كهربائي ويرى مراقبون أن تلك الحرائق هي وسيلة للتخلص من وثائق تتعلق بالفساد المالي والإداري المستشري بينما يؤكد أصحاب المحلات بالأسواق الشعبية أن معظمها تقف وراءها الميليشيات التي افتعلتها لوضع اليد على عقارات بعينها أو لإرهاب أصحابها لدفع أتاوات ذات الأسلوب والطريقة المتكررة جعلت العراقيين يفقدون ثقتهم في إجراءات الحكومة لكشف الفساد المالي المستشري في الوزارات منذ الاحتلال لكن الموقف بدأ أكثر إيلاماً في حرائق الحقول الزراعية التي استهدفت معيشة الفلاحين وتهدد الأمن الغذائي لمنع العراق من الوصول للاكتفاء الذاتي في مناطق محمية أصلاً بشكل كبير أمنياً وعسكرياً ويخضع معظمها لسطوة الميليشيات ويبقى الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجنات في عراق اليوم محبوساً في دوامة لا مخرج لها فرغم تقارير البعثة الأممية في العراق عن الفساد والميليشيات وحديثها عن أن الطريق لا يزال طويلاً لمكافحتها إلا أن الكلمتين المفقودتين في تلك التقارير هي العملية السياسية التي أذاقت العراق الكثير من المآسي بينما تتجنب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحميلها المسئولية في تواطئ لا يخلو من توجهات لفرض أمر واقع يسهل نهب ثروات العراق وإبقاء تبعيته بيد غيره